عمرك سمعت بمسيحي يداحرك بسوق الغنم ويروح يشتري وضحية بعيد الأضحى ولا شفتهم بدولهم يحتفلون بعيادنا حاشر نفسكم اتعلق على شيرتهم ليش انزل انزل واسمعني عدل اسمع هذه الآية اللي الله يوصف فيها غضبة من هذا العيد اللي يدعون فيه المسيح ولادة ابن الله يقول الله سبحانه وتعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أندعوا للرحمن ولده وانت بكل دم بارد وبكل سذاجة تروح تهنيهم وبهالعيد ترى لا هي كشخة ولا هي تسامح مع الأديان هذا يمس دينك وعقيدتك وتوحيدك حتى المسيح نفسهم في هالأوضاع استحوا انهم يحتفلون بهاليوم في هالوضع اللي اخواننا فيه غزة تحت القصف وأطفالهم ما زالوا تحت الأنقاض وانت لا هزك لا وضع المسلمين ولا عزيت دينك وعقيدتك وتوحيدك والله ان من أهم أسباب الخذلان اللي احنا فيها الحين اهمالنا للدين وعدم اعتزازنا بدينه اعتزز دينك وترك عنك شيئا